السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أبو عبيدة معكم على قناتكم بساطة تيك دائماً ما كانت الأجهزة المتوسطة أو حتى الدنيا كانت لعبة الأجهزة الصينية بلا أي منازع سامسوق حاولت نوعاً ما تأخذ حصة من الكعكة بهالجهاز اللي معنا اليوم اللي هو A02 هحكي به الفيديو هذا عن تجربتي الكاملة له الجهاز اللي مايه أكتر من شهر شو أفضل الميزاته وأفضل عيوبه بالنسبة لسعره وبنصح فيه أو لا بدون أي تأخير تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس لايك وفولو بكل تأكيد على اليوتيوب إعجاب بالصفحة والمشاهدة أولاً على الفيسبوك شكراً كثيراً على المشاهدة أخيناً بلشع بركة الله الجهاز بشكل عام جهاز بلاستيكي ولكن ما نوم من خامر خيصة أبداً بتحسه متين متانته منيحة ووزنه مليح باعتبار أنه بطاريته كبيرة خمسة ألاف ميلي أمبير من الجهة الخلفية مثل ما كون شاكين ما في أي شيء مميز أنه العبارة عن هالخطوط هاي الخشنة اللي بتخلي مسكة الجهاز جداً جداً مريحة بالإيد أما بالنسبة للكاميرات تشاهدتنا كما نشايفين كاميرتين مع فلاش بهالفئة هي كويس كتير أما بالجهة الجانبية اليومنا فمنلاقي زر التشغيل وزر رفع وخفض الصوت بالجهة السفلية منلاقي للأسف الشديد مدخل شحن مايكرو اس بي بالجيل الثاني شيء محبض جداً جداً وسمعه معنى الأعلى سماعة عادية جداً هنحكي عنها بعد شوي أما بالجهة اليسار هنلاقي مدخل لاثنين نانو سيم وأكيد سيم كارد منفصل بهالي هاي الميزة بتحرمنا من بالأجهزة الفلاكشيب ما بعرف حتى بالـ 52 و 72 ما موجودة هالميزة معهم أما بالواجهة الأمامية شايفين شاشة ستة ونصف إنش أهم ما يميز سامسونج هو شاشاتها بتنافسه عن الأمور الصينية أو عن الشركات الصينية هو موضوع الشاشة ما فيني أقول إنه الشاشة رائعة هلا بعد شوية نحكي عنها في بعض المساوي أحد أكبر عيوب هالجهاز هذا هو المعالج ميديا تيك 28 نانومتر إصدار سنت الماضي ما فيك تعتبره نهائياً إنه معالج قوي أو إنه ما نمنافس نهائياً إذا حكينا عشر كات الصينية التاني بيجي مع تخزين 32 جيجا مع رام 3 جيجا رام من الأمانة كرام وكسلاسة مقبولة معنى الأفضل ولكنها مقبولة أما بالنسبة لك معالجك وحط ألعاب ثقيلة مثل بوب جي وأمور تاني ما في إمكانك نهائياً تعتمد عليه بهالموضوع حطه ببالك يعني ما بي إمكانك تلعب بوب جي عقوبة عقوبة بكل ما تعنيه الكلمة إنك تمسك بوب جي وتلعبها عليه الجهاز أما بموضوع الكاميرات عندنا ثلاث كاميرات كاميرا أمامية خمسة ميجابيكسل ما بتحس هل تعطيكها الجودة العالية ولكن مقبولة وعدسة 2 ميجابيكسل عدسة 2 ميجابيكسل هي تصوير الماكرو إذا كنت تحب تصور شيء عن قرب فما حتخيب لك ظنك العدسة هيبة لكن بدك كمية إضاءة كبيرة كتير رح ستطلع معك الصور حلوة عكل أحوال هتشوفوا قدامكم عيني من تصويرها أما بموضوع الفيديو فبصراحة فيديو عادي وأقل من عادي ما في سبات نهائيا فما حسيت أنه يستحق ربط الفيديو نهائيا من موضوع الكاميرات الخلفية أو الأمامية الشاشة 6.5 إنش بدقة HD بلاس فيها نوتش صغير مثل ما حكينا موضوع الشاشة الألوان سيئة لأبعد الحدود يعني سامسونج بالعادة ولكن هاي الشاشة IPS موديرا فاشل جدا جدا توازن الألوان فيها سيئ يعني حسيت الشاشة هاي ما لا علاقة بشاشات سامسونج فسامسونج لحد هلأ بهالفئة هاي يعني تحسها عم تبخر ما عم تعطي الجهاز كل الميزات اللازم يستحقها ما عم تعطي المستخدم التجربة اللي هو لازم يعني هي عند الميزة أو الميزة التنافسية الأساسية موضوع الشاشة ولكن للأسف ما تستخدمت هالميزة بثقة له بهالجهاز حتى اللون الأسود ما بتحسه لون أسود نهائيا بتحسه ما يلعبني حتى فيه الدارك مود ولكن كمان مثل ما حكي تحسه عبدني ما حنبين معي حاولت تصوره على الكاميرا ولكن ما بين معي على عدسة الكاميرا 100% دقة الشاشة 720 بألف وستمئة دقة مليحة للشاشة وحجمه كبير يعني ما حتعاني مع الحجم نهائيا وكمان استهلاك للبطارية قليل جدا يعني الجهاز حسيته استخدام مكسف قعد معي نهارين بفضل يعني البطارية 5000 ميلي أمبير ولكن المشكلة الأساسية بالبطارية بدك وقت طويل جدا جدا للشحن يعني أربع ساعات يعني ما في حال نهائيا إلا أنك تحطه بالليلة للجهاز تقعد صبح تلاقي مليان يعني من ثلاث ساعات لأربع ساعات الشحن بطيء جدا جدا لا نحكي بشكل عملي عيوب الجهاز أول شي ما في ما بيدعم البصمة نهائيا مع أنه صارت جهاز شي 120 بلار تقريبا والأجهزة الصينية بتلاقي كتير أجهزة بها المواصفات وأحسن بأقل من هالسعر تدعم البصمة ثاني موضوع مثل ما حكينا المايكرو يو اس بي ثالث موضوع الشاشة الشاشة جدا مزعجة ألوانة جدا مزعجة إذا أجل تحديث بالمستقبل يدعم تغيير بروفايل اللون ما بعرف ولكن بالوقت الحالي الألوان مزعجة على الآخر المعالج قديم كمان الجهاز ما بيحوي عبوصلة يعني ما حتارف تحدد الاتجاهات نهائيا فهدول أهم السيئات بهذا الجهاز أما بالنسبة للإيجابيات اللي حنا نحكيها أول إيجابية أهم إيجابية بيدعم الجيل الرابع الواي فاي اتصاله سريع جدا حتى نقطة الاتصال اللي بيعطيها جدا حلوة ما بتعاني منها من أي مساكل تغطيطة وممتازة اعتباره بالبلاستيك الطارية كبيرة بتكفي العمل للضغط نهار ونص نهارين بيكون رياحة شاشة كبيرة بالنسبة لفئتها الجهاز هذا شاشة كبيرة ممتازة 6 ونص بوصة حكي حجم حكي حجمه وممتاز بتأدي الغرض معك وهم الشي بيدعم شريحتين وكرت ميموري يعني أمورك بالسليم وكمان متانة الهاتف جدا رائعة بالرغم من أنه من البلاستيك مسكته جدا رائعة الجهاز إجاب نظام أندرويد عشرة بفئت للون يو آي 2.0 طبعا ما أنا أحدث واجهة ولأنه أحدث أندرويد ولكن إن شاء الله بجي تحديث بالمستقبل بشكل عام كانت هاي مراجعة للجهاز بنصح فيه للأشخاص اللي ما عندن ألعاب وسائل الترواصل الاجتماعي واتساب كل هالأمور هي بيؤدي الغرض 100% فيسبوك بعد فترة بتحسه بيعمل شوي تلاق ما أنه سلس 100% أما ما تبقى كل الأمور تمام أما إذا عندك ألعاب وتهتم بموضوع الألعاب فالجهاز ما بنصحك فيه نهائيا هي كانت كل مراجعة للجهاز هذا وحتى إذا مهتم بالتصوير كمان بدك شي هلا بهيك بهيك فئة ولا الجهاز يبعطيك تصوير جيد هي كانت أجذبتي للجهاز بشكل عام سبحانك لله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفر و أتوب إليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس اللايك على الفيسبوك المشاهدة أولا وشاركة الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته